بالنسبة لبعثة الترجي هتوصل بكرة إن شاء الله وكانت فرصة الحقيقة أنه يعني طبعا النادي الأهلي يكلف وفد رسمي عشان يكون في استقبال بعثة الترجي أول ما يوصلوا للقاهرة وتكلفات رئيس النادي للإدارة التنفيذية واضحة وصريحة أنه يتم الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأشقاء التوانسة والتأكيد طبعا على الترحيب بالنادي الترجي كإدارة وكلعبين في بلده التاني مصر وإنه يكون كمان الاستبال على أروع وأفضل شكل ممكن وده تأكيدا طبعا على أنه فيه روابط كبيرة جدا وعلاقات متينة جدا بتجمع بين كائنين من أجبل كائنات رياضية سواء في المنطقة العربية أو في إفريقيا وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه اللقاء اللي لابد أن يكون فيه فائز بالبطورة الخاسر باللقب يعني أعتقد أنه أبدا أبدا مش ممكن علاقات الناديين الكبار دول تتأثر بنتيجة مباراة أو حتى بسبب بطولة وأتمنى أنه الروح دي زي ما أشقاء عاملونا في تونس الحقيقة شوفنا ده من الجمهور بشكل كبير وأعتقد أنه المشهد في مدرجات حمدي العقرابي ترجمة ده بشكل كبير جدا وأتمنى إن شاء الله أنه الرد يكون بالمثل في الساد القاهرة إن شاء الله بإذن الله يوم السبت اللي جاي يمكن الحقيقة يعني برضو في إطار العلاقات الكبيرة دي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وكل عضاء مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي طبعا للسيد الأستاذ حمدي المعدب رئيس نادي الترجي التونسي في وفاة المخفور له بإذن الله شقيق رئيس النادي الترجي ودعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة طبعا الصبر والسلوان أحمد نبيل كوكا زي ما قلت لكم طبعا واحد من الأوراق المهمة واللي أعتقد أنه مش بس ممكن في سيناريو مباراة الترجي يكون مفيد في نص الملعب المركز اللي تقلق فيه في الفترة الأخيرة اللي يفتكر بدايات أحمد نبيل كوكا مع الفرس تيم يعني لما تصاعد ولسه كان طالع من ناشئين النادي الأهلي كان الرهان عليه بشكل كبير جدا في مركز الباكليفت قد يكون في حالة جهزيته ورقة مهمة يعني أنت بتكلم عندك النهاردة لو تعد أوراقك اللي موجودة كبدايا العلي معلول كريم فؤاد لعب مباراة الزهاب وقدم مستوى كواس جدا كريم الدبيس أعتقد أنه في قناعة كبيرة جدا من جمهور نادي الأهلي أنه قماشة وخامة كويسة ومحترمة جدا يحتاج فقط بس أنه ياخد الفرصة ياخد الاستمرارية يكتسب مزيد من الخبرات لكن ما فيش شك في أنه الفرص اللي أتيحت لكريم تقول أنه لعيب كواس جدا وممكن الاعتماد عليه حالته الفنية جاهز مش جاهز دي حاجة مارسل كولر هو اللي أضرى بيها على حسب الطريقة أو التاكتك اللي هلجأ ليه في المباراة لكن أعتقد كمان لو أحمد نبيل كوكا جاهز ممكن يكون خيار على أقل تأدير مش أساسي لكن ورقة قد يحتاجها لقدر لايقى سبب الأسباب ما حدش يدمن سيناريو المباراة لأنه كانش حد يتوقع أنه نحن يمعلول يسف في أول 7-8 دقيقة من المباراة ويخرج فبالتالي وجود نبيل كوكا بقى مهم جدا 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 وهيقضى على أشعة النهاردة هتحدد حالته وتبين طبعا إذا كان هيقدر يكون جاهز قبل مباراة السبت